السدود في ليبيا كثيرة وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام للحفاظ عليها من قبل مؤسسات الدولة سد وادي الوشكة أحد هذه السدود التي تحوي كميات كبيرة من المياه كانت إما تذهب بلا فائدة أو تسبب خسائر في ممتلكات المواطنين السد تم تأسيسه بناء على دراسات قامت بها الهيئة العامة للمياه بين عامي 2003 و2005 جنوبية مدينة سوكنة بنحو 30 كيلو مترا ويعمل هذا السد على دعم المخزون الجوفي للمياه في منطقة الجفرة ويحجز ما يقدر بأربعة ملايين متر مكعب من المياه إضافة إلى أهميته في منع الفيضانات التي تسبب أضرارا للمنطقة عند سيلانه سد وادي الوشكة يتكون من جسم السد وهو الحاجز الذي يمنع المياه من السيلان وبرج التحكم في السد الذي يرتفع لمسافة 23 مترا مقسم على ثلاثة أجزاء أو مناسيب حيث إن كل جزء أو منسوب مزود بصممات تشتغل في حال الاستفادة من المياه في تغذية المنطقة أو إقامة مشروعات زراعية قرب السد وحسب أحد المهندسين المشرفين عليه فإن السد لديه خاصية عدم الفيضان أو الانجراف حيث يوجد بالسد مفيض طبيعي فالمياه قبل أن تصل إلى الحد الأعلى بمترين تتجه طبيعيا إلى الخلف من المفيض إلى الوادي فإن السد لا يمكن أن يحدث فيه فيضان أو انجرافة أو تكسير فيه من ناحبه في جسم السد في حد ذاته يعني البحيرة في أمان لأن السد هذا غير السدد الثانية يوجد فيه مفيض طبيعي حيث إن المياه قبل ما توصل منسوب لجسم السد من الأعلى بزوز متر المياه تتجه للخلف وترجع من المفيض وترجع للوادي بصورتها الطبيعية السد يعد أحد المعالم السياحية والعلمية بمنطقة الجفرة حيث صار مقصدا للعديد من العائلات بهدف التنزه إضافة إلى رحلات العلمية للجامعات بهدف الدراسة والبحث العلمي كما أصبحت هذه المياه المتجمعة هنا نقطة عبور للطيور المهاجرة بين المناطق المختلفة